السلام عليكم يا جماعة هذه محطة باصات شوفونا وراي صار لتقريبا خمس ساعات بس انتظر باص عشان اروحي لمدينة شومبون موسيقى يا جماعة اليوم صارت معي اشياء رهيبة وغريبة واشياء كثيرة رهيبة بالهبل فان الصباح اليوم كنت في بوكت قلت خلني اجرب هيتشهايكي تروح على الطريق الهايوي وتوقف وتأشر للسيارات على اساس انها توقف وتاخذك يعني لكن اللي حصل كل اللي وقفوا لي تقريبا رايحين خمسة كيلو ولا ستة كيلو بس ووقعت ساعة ما حد يوقف لي فوصلت الى المدينة اللي فيها الحين وقررت من هنا اخذ لي باص لكن قعد تقريبا خمس ساعات وما لقيت ولا باص فالشيء اللي اقول لكم معنا انا الحين مع جماعة التبليغ فانا لما كنت ادور على الباصات فلقيت واحد من الشباب فانا متعود ان اذا شفت واحد مسلم يعني فشفت ان ربي اللحية وباين عليه انه مسلم فانا متعود يعني اني اسلم عليه فانا سلمت على الاخ هذا وبعدين يعني سألته تتكلم عربي ولا لا لانه كان لابس توب وكذا فقلت خلني اسأله وهو ما كان يتكلم عربي بعدين سلمت عليه وروحت ووقفت عن محطة الباصات المحطة اللي شفتوا وبعدين ووقفت هناك تقريبا ثلاث ساعات وما لقيت ولا باص فمسجدهم قريب من محطة الباصة فشوفوني مرة ثانية انه انا واقف هناك وصار وقت المغرب فنادوني عشان اصل للمغرب معاهم فجيت هنا المغرب فخطر على بالي ليش ما اقعد معاهم يعني لين اليوم الثاني لان الوقت اصلا تأخر ويعني انا ما عندي حجوزات وانا ما عندي مشكلة لاني اوصل للمكان اللي بي اروح لليوم ولا بكر وخصوصا يعني انا ما ازور دولة عشان الاماكن السياحية اللي فيها انا احب اجوف التجارب اللي اعيشها في هالدولة قلت لي ليش ما اجرب التجربة هذي رح تكون تجربة رهيبة فاستخدمت مترجم جوجل حز لي راستي فقال لي تقدر تنام عندي مو مشكلة هذا هو الاخ اللي شبته هناك لما كنت ادور على البصار سلام عليكم 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 شكرا الجماعة رهيبين والله فقاعد امزح معاهم اتكلم مع اني مو قادر افهم لغتهم يعني احاول افهمهم كذا واترجم جوجل وكذا فهذه هي القصة كلها فان شاء الله اليوم الليلة رح اقعد معاهم وبكرا بطلع من هنا الحين هذا هو كتاب الحديث عندهم عربي ومترجم بالتايلندي فالحين هذا جايب لي كتاب الحديث عشان يشوفني اقدر اقرأ او لا وكل ما اقرأ يقولون اوه يعني ما يقول كذا يقولون كذا وماشاء الله بما ان الكتاب مترجم من عربي الى تايلندي فالحين يبيني اقرأ بالعربي وهو يقرأ بالتايلندي وقال تعالى الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْضَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللَّهُ سُبْحَادَ اللَّهُ سُبْحَانَ بَا مَنَّاكُوا سَتَّانَ لَفُوءُ خُيُّبْ الآن وصلنا صلاة الإحشاء وبعدها عزمهم وهم يحققون أن نتعشا وطلبوا مني أن ألبس الطقية على أساس أني ممثل لهم فأنا الآن واحد منهم وممثلهم وستعشا معهم هؤلاء من يذهب بالموتورسيكل وصباً في السيارة انتهت كاميرا الخير من الداخل هنا و سمعت ذلك بشكله محد عزمنا هم جايبين في مطعم بس هنا و المطعم ما هو اسمه؟ اسمه 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 اباس 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 واو حسنا فهذا هو المطعم هذا هو صاحب المطعم اللي عزمنا شكرا جزاك الله خير انجزا الحين خلصنا العيشة وكلنا رايحين نعم لا تذهب لا تذهب اذهب هل ترى ماذا ترى؟ اعلم انجزا اذهب لم يكن اما ماذا ترى